اكتشاف أثري مهم جداً يؤكد على أن الكنيسة الأولى منذ نشأتها آمنت بالمسيح يسوع أنه هو الله المتجسد عكس ما يدعيه المسلمين بأن المسيح صار إلها بقرار من مجمع نقية سنة 325 ميلادية هذا الإدعاء الكذب الذي يتعارض مع الكتاب المقدس ويتعارض أيضاً مع كتابات الأباء لكنه أيضاً فوق كل هذا يتعارض مع الأدلة وعلم الأثار التي تؤكد على أن الكنيسة الأولى منذ نشأتها آمنت بالمسيح الرب هذه الحلقة مهمة جداً نتكلم فيها عن هذا الاكتشاف الأثري وعن أهميته وعن أهم العبارات التي وردت فيه وعن عبارة في غاية الأهمية وهي الله يسوع المسيح فتابعونا ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام في كل مكان برحب عدراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم موضوع مهم كده مش لأننا محتاجين ما يثبت لهوت المسيح لا 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 عندنا الكفاية عندنا كلمة الله عندنا الإعلان الإلهي وكلمة الله هي الأثبت بحيث؟ بحيث؟ ولا مش لأنه ما عندناش كتابات الأباء ونشأة الكنيسة من بدايتها وأعلنها على أن يسوع المسيح هو فعلاً الله المتجسد لكن لأنه اكتشاف اليوم أو موضوع حلقة اليوم هو اكتشاف بيقدم إجابة على ادعاء كاذب بيدعيه دايماً للإخوة المسلمين هذا الإدعاء هو أن يسوع المسيح صار إلهاً بقرار من مجمع نقية عشان كده موضوع حلقة اليوم هو الاكتشاف الذي يدمر أكاذيب المسلمين عن لهوت المسيح أكبر كذبة بتتردد على القنوات الإسلامية وعلى قنوات ما يطلق عليهم يعني هم المتخصصين في مقارناة الأديان أن المسيح صار إلهاً بقرار في مجمع نقية سنة تلتمية خمسة وعشين وكأن الكنيسة الأولى وكأن أباء الكنيسة الأوائل ولا كأن الكتاب المقدس لم يؤكد لنا ولم يعلن لنا لهوت المسيح فالإيمان بلهوت المسيح بدأ مع أول إعلان للكنيسة الأولى أول بشار الكنيسة مع كرازتهم كرزوا بيسوع المسيح الله الظاهر في الجسد الدعاء كاذب المسيح صار إلهاً يعبد بقرار من مجمع نقية وكأن الإمبراطور جمعهم وقال لهم بصوا أنتم مش تمشوا من هنا غلما تاخدوا قرار كويس وهذا القرار يكون بعبادة المسيح ده التخيل الإسلامي وهو تخيل مريد لأنه غير مبني على أي سند لا تاريخي ولا سند حتى يعني من علم الأثار يؤكد أن الإيمان بالمسيح إلهاً كان متأخراً جداً هذا الإدعاء بنراه في قدوات كثيرة وأنا بس النهاردة حبيت أجيب لكم كده يعني عينة عينة من ما يطلق عليهم العلماء أنا معرفش علماء في إيه يعني بصراحة وبقى جايين إيه جايين يقولوا لنا اللي إحنا ما نعرفهوش يعني أنا الشيء اللي بيجنني بجد الشيء اللي بيجنني إما جايبين الثقة دي منين اللي بيقولوا غلط وبيكلم عليه كأنه هو يعني جاب الديب من ديله بيكلم عن حقيقة مطلقة مع إنها كذبة وغلط ولا يمكن إثباتها تاريخياً كل ده فخلينا نشوف العينة وبعدين نعلق عليهم نحن عارفين إن تاريخ المسيحية المفصلي بيبدأ سنة تلتمية خمسة وعشرين السنة اللي اجتمع فيها قسطنطين الوسني مع أساقفة من جميع بلدان العالم علشان يقروا عقيدة ألوهية المسيح وقانون الإيمان واختيار الكتاب المدعو مقدس علشان يقروا لهوت المسيح واختيار الكتاب ده أنا معرفش بيجيب المعلومات دي منين بتكلم بصدق يعني هو أشهر عبارة طبعاً بيقولها هذا المدعو لما بيكلم على إنه مجمع نقية هو اللي قرر لهوت المسيح ففي الفيديو بتاعه بيجيب إيه بيجيب جزء من فيلم دافينجي كود وبيقولك دافينجي كود ويأنا معرفش معلومات بيجيبها منين بيجيبها من أفلام بيجيبها من تخيلاته وكأنه المسيح لم يعبد 325 سنة طيب أنا مش ضايع وقتي في الموضوع ده أنا إلى فيديو آخر القرارات قرارات المجمع ماذا كانت؟ اتفقوا على ألوهية المسيح وأنه ابن الله وأن هذا الإله تجسد بصورة بشر لخلاص الناس ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامته من الموت فيه فرق كبير جدا ما بين أنهما أفر ما أكدوا وكان دوا بالزبط هو قرار مجمع نقية مجمع نقية أكد الإيمان أكد الإيمان ولم يخترع الإيمان ولم يخترع الإيمان فالإيمان بلهوة المسيح منذ نشأة الكنيسة شب أخونا آدم وأنا رديت على الفيديو بتاعه ده فيديو كامل وهو مجرد أنه حضر كورس أونلاين مع بارت إيرمان فصار خبير في لهوة المسيح نسمع كذبة أو أسطورة بتتردد في كل كنيسة وكل مجتمع مسيحي هي مقولة أن إيماننا إيمان رسولي وأن كل ما نعرفه عن المسيح والأهوته جاء إلينا بتسليم الرسل وتلاميذ المسيح لو فاكر أن الإيمان المسيحي اللي أنت عليه النهاردة سواء كنت أرثودوكسي أو كاتوليكي بروتوستانتي إنجيلي أكبر وهم أنت عايشه وبتنادي به للناس أن إيمانك ده هو إيمان الرسل وتلاميذ المسيح طيب يعني هو مجرد اللي عمله إيه حيدر كورس أونلاين فصار خبير في المسيحية فجاي بقى يعلمنا إن اللي إحنا فيه ده وهم هو اللي عنده الحق كويس وعش كده أنا فعلاً بستغرب الناس دي جايبة الثقة دي منين يعني ده اللي بيقول معلومة غلط أو اللي بيقول معلومة ناقصة أو اللي بيقول معلومة كاذبة ما بقى ش عنده الثقة دي لكن يعني مش كل من أرى كتاب ولا كل من حضر كورس أونلاين صار خبير في المسيحية ودي الطامة الكبرى اللي إحنا النهاردة السوشيال ميديا واحدة من مأسيها يعني طيب أي نووي خليني أسأل سؤال هل صار يسوع المسيح إلهاً بقرار من مجمع نقية هل كويس هذا الإيمان اللي عند البعض بأن المسيح صار إلهاً بقرار من مجمع نقية أو هذه الكذبة خليني أحطها في إطارها صحيح هذه الكذبة الإدعاء الكاذب بيفترض الآتي بيفترض ثلاث حاجات بيفترض أن المسيحين الأوائل لم يؤمنوا بأن المسيح هو الله المتجسد وهذه كذبة غير حقيقية خالص وبيفترض أيضاً المسيحين الأوائل كانوا يهود واليهود صعب عليهم أن يقبلوا بلهوت المسيح معنى التلاميذ المسيح كلهم نادوا بلهوت المسيح وبعدين بيفترضوا كمان أن الإيمان بلهوت المسيح جاء متأخراً نتيجة تأثر الكنيسة بالأفكار الوثنية اليونانية والرومانية اللي بتقله الأشخاص فقالك إحنا نقله المسيح أيضاً ونجعل منه إلهاً زي ما الأوثان أو الأمم الوثنية بيعملوا كده هذه الافترضات هي أساس الكذبة اللي بيجذبوها أن المسيح صار إلهاً بقرار من مجمع نقية طيب هذه الكذبة تتعارض تتعارض مع ثلاث حاجات تتعارض مع الكتاب المقدس لأن الكتاب المؤدس بيأكد لنا من على فم يسوع المسيح نفسه فم يسوع المسيح هو الذي قال وهو الذي أعلن لهوته فليس اختراعه الكتاب المؤدس بيأكد لهوت المسيح تعليم الأباء تعليم الرسل وتعليم أباء الكنيسة قبل نقية بتؤكد أن يسوع المسيح كان إلهاً يعبد التاريخ كتابات المؤرخين الرومان زيتا سيتوس وباليني دايانجر وغيره وغيره بتؤكد أن المسيحين كانوا يعبدون ويترياءه طبعاً إلهاً مصلوباً أنا ما يهمنيش التاريخ نهمني أنهم كانوا بيأكدوا ماذا يؤمن المسيح أو المؤمنين الأوائل علم الأثار أيضاً بيأكد لنا أنه المسيح هو الله منذ بداية الكنيسة وده موضوع النهاردة موضوع النهاردة المهم جداً 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 أعظم اكتشاف أثري بعد مخطوطات البحر الميت هكذا أطلق على هذا الاكتشاف الأثري أنه أعظم اكتشاف أثري بعد مخطوطات البحر الميت هذا الاكتشاف اسمه مجيدو موزايك أو فسيفساء مجيدو يعني أنا اسم فسيفساء ده يعني مش نزلي منزور شوية هي كلمة طبعاً إغرقية قديمة الأصل ومتقدر العربي لكنه هي موزايك الموزايك أو الفسيفساء هي عبارة عن رسمة باستخدام قطع صغيرة جدا ويس فهنشوف فيديو يقول لنا اكتشاف هذه الفسيفساء ويس وأهميتها الفيديو دون بس مجرد أنه أنا هعلق عليه وحضراتكم بتتفرجوا عليه لأنه الفيديو ده أو الاكتشاف ده تم سنة ألفين وستة تقريباً وطبعاً كان في سجن في مدينة اسمها مجيدو والسجن دون حبوا أن يكبروا فيه في إسرائيل السجن ده حبوا أن يكبروا فيه فهم بيحفروا وهم بيحفروا وجدوا بعض الأثار في الأرض فوق في الحفر وجابوا الخبراء وبدأوا ينقبوا واكتشفوا أنه هناك زي مدينة صغيرة كانت موجودة بيوت لأشخاص كانوا عايشين وفي وسط هذه البيوت وجدوا بيت في وسط هذا البيت وجدوا فسيفساء وجدوا مزايك كبيرة كويس هذه المزايك تعود إلى سنة 230 ميلادية تعود إلى 230 ميلادية هم بيكلم على بداية القرن الثالث يعني قبل مجمع نقية بمائة سنة أو أكثر كويس وبتعلن هذه الفسيفساء في كلامها واللي مكتوب عليها باللغة اليونانية وهنشوفوا كلنا أن إزاي أن يسوع الله يسوع المسيح كان هو مركز العبادة في الكنيسة الأولى وتعتبر البيت اللي وجدت في هذه المزايك أو الفسيفساء يعتبر هذا البيت كان كنيسة وهذه الكنيسة كان مسؤول عنها قائد مئة وكان فيها أعضاء وكانوا بيكتمعوا لكيما يعبدوا الرب معا دعنا نشوف الفيديو وأعلق مع حضراتكم دي حجم الفسيفساء عبارة عن حوالي 10 متر في 5 أو 6 يعني حوالي 60 متر مربع حجمها ودي المنطقة اللي اكتشفوا فيها اللي فيها السجن واللي اكتشفوا فيها المزايك واكتشفوا طبعا بعض العملات اللي بنعرف منها وقتها التاريخ بالزبط التاريخ بالزبط بتاع الحدث نفسه والكتاب ده حجمها على الأرض ده حجمها على الأرض التنقيب دي الكتابات اللي موجودة على الفسيفساء وكتابات مهمة جداً وهنقف معاها بتأكيد تعتبر أقدم يعني انسكريبشونز يعني أو كتابة ده حجمها من فوق ده المكان اللي وجدت فيه ده جزء من الرسم جزء منها السمك طبعاً معروف إشارة لإيه في المسيحية وده رمز مسيحي قديم أوي دي صورة أفقية بالدرون من فوق بريكو حجم الفسيفساء قديم دي الحروف وكانت مكان للعبادة الله يسوع المسيح فمهمة جداً لأنه الاكتشاف ده طبعاً أخد سنين عباً لما يقدروا أنه هم يعني يشيلوا كل الأتربة ويتعاملوا مع الجزء دواً بعناية جداً كويس وبعدين تترجم كل الأشياء وبعدين ينقل يتحط على نفس أنا معرفش إزاي نقلوا كل دي لكن نقلوها النهاردة موجودة هي في واشنطن دي سي في مدينة واشنطن في متحف الكتاب المؤدس The Museum of the Bible في واشنطن دي سي وليقدر يروح أنه يقدر يشوفها موجودة لحد شهر ستة سنة 2025 كدسبيل في نفس المكان لكن اللي همني أنه كمان ماذا قالت الجرائد الرسمية أو الدولية عن هذا الاكتشاف قالوا أنه ده أقدم يعني The earliest أقدم Jesus is God أو يسوع هو الله كتابة بتعلن يسوع هو الله وجدت كويس وتعتبر كمان أنها يعني أعظم اكتشاف أعظم اكتشاف من وقت ما اكتشفوا مخطوطات كمران يعني من 48 سنة 1948 لحد النهاردة ده يعتبر أعظم اكتشاف تم بعد مخطوطات كمران ده في النيونيورك بوست كمان في الديلي ميل كتبت نفس الأشياء كتبت وقالت أنه ده أرليست كتابة أو أقدم كتابة عن يسوع هو الله ووجدت في إسرائيل وتعتبر أيضا أعظم اكتشاف من وقت ما اكتشفوا مخطوطات كمران كمان في جورسليم بوست نفس الشيء أنه ده يعني أقدم كتابة عن يسوع الله يسوع أس جاد والآن مخطوطة في واشنطن دي سي الاكتشاف ده مهم جدا لأن الاكتشاف ده بيدمر هذا الإدعاء الكاذب بأن مجمع نقية هو الذي جعل يسوع المسيح إله الاكتشاف ده بيقول لي لا ده الكنيسة الأولى كانت تعبد يسوع المسيح الله وكانت تعترف بأن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد ده اللي بيقوله الاكتشاف ده عشان كده مهم بالنسبالي مش لأنه أنا محتاج حاجة عدد إيمان لا لأنه بيرد على الإدعاءات الكاذبة اللي بنسمعها كل يوم ويس طيب أجي إلى المكان ده ده المكان اللي هنا ده ده يعتبر خليني أخذ الألم وأحاول أني أعلم المكان ده ده السجن بس قبل السجن بمئات السنين المكان ده كان مكان للجيش الروماني كان معسكر للليجين رقم اثنين كويس وكان معسكر روماني وهنا دي المدينة دي هنا دي المدينة اللي كانت قريبة من المعسكر وهنا هوريكو البيت اللي هما اكتشفوه لكن المكان ده كان فيه رومان كثيرين وعشان كده هنقرأ عن قائد المائة ودوره في الكنيسة دي في الكنيسة الأولى دي فلما نروح مثلا للبيت اللي هما واجدوا فيه المزايك وده صورة البيت كويس لو ممكن المخرج يجيبها لنا كلها على الشاشة بحجمها ايوة بالزبط كده ده البيت اللي واجدوا فيه المزايك الأزرق في التحت دون هنا هو ده المزايك وفي النص فيه زي زي تابل معمولة من الحجارة كويس يعني مش مش مسبح لكنها مكتوب انها تابل من الحجارة او ترابيزة من الحجارة كويس وده يعتبر الكنيسة اولى الكنيسة الاولى الكنيسة الاولى لما نشأت في البيوت المؤمنين الاوائل لما كانوا بتعبدوا كانوا بيجتمعوا في البيوت ولما نقرأ سفر اعمال الرسل ولما نقرأ ايضا رسائل البوليس الرسول كلم كتير عن الكنيسة التي في بيت فلان كنيسة التي في بيتك لانه الكنيسة نشأت في البيوت قبل لما تبقى المسيحية ديانة معترب بيها فكانوا بيجتمعوا المؤمنين في البيوت ويكسروا الخبز معا ويرنموا معا ويشتركوا في المراسم المسيحية معا وكان كل شيء بينهم مشترك نقرأ بالزبط كده في سفر اعمال الرسل عن الكنيسة الاولى كانت كلها في البيوت كانت كلها في البيوت ما كانش لسه في لا كاتدرائيات ولا مباني ضخمة كل الحاجات دي جات متأخرة فلو فيه بيت كبير بتاع شخص مبسوط عنده مكان كبير يقدر يسعى المؤمنين كويس كان بيدعو المؤمنين في بيته وكانوا يتعبدوا في البيت فده سورة البيت اللي هو موجود هنا شايفين حضراتكم موجود هنا بالزبط ده ده البيت كويس ننقل الى جزء اخر دي الارضية بتاعة البيت طبعا البيت نحن نكلم على 1800 سنة يعني فالبيت انتهى لكن الارضية عاشت المزايك الفسيفساء دي عاشت ونقدر نشوف حتى في النص هنا نقدر نشوف اللي بيقول عليها في النص اليوناني اللي مكتوب علي المزاي دي بيقول عليها ترابيزة او تيبل وغالبا دي دا المكان اللي كان يضع عليه المائدة الخبز والخمر اللي هو يعني رمز لجسد المسيح ودام المسيح ولما كانوا يشتركوا معا يشتركوا في الخبز الواحد معا اللي هو مائدة الرب كويس فده دي الصورة دي زي ما قلت الحرك دي صورتها من فوق دا تصدرون بيكتر من فوق بيورينا حجمها دي زي ما قلت بحجمها حوالي ستين متر مربع ستين متر مربع يعني ممكن يشيل مجموعة كبيرة من الناس يعني لو قاعدين جانب بعض انا وعش ممكن يشيل كام خمسين ستين اكتر يعني وطبعا الناس كلها كانت بتعود على الارض يعني لا فيش كراسي ولا انتريز ولا كانوا يعودوا كلهم على الارض وكان يسمعوا كلمة الله ويكسروا الخبز معا ويعبدوا الرب معا ويس دا دا الشغل الدقيق اللي كان بيتم بعد الاكتشاف انه تنظيف تنظيف وازالة كل الاتربة وتلميع المزايك لانه انت عايز تعرف هو دي بترجع لزمن ايه ومكتوب عليها ايه وترمز لايه فهي هي تعتبر تحفة فنية يعني بكل المقيس تعتبر المزايك دي تحفة فنية تحفة فنية كبيرة ويس واتكلفت كتير طبعا في القلب هنا في قلبها بنجد السمك هنا والسمك في اي التاريخ الكنيسة الاول السمكة اخصص ترمز الى الايمان بان يسوع المسيح هو الرب المخلص هو الله المخلص ده اختصار العبارة اليوناني فاخدوا الحروف الاولانية من هذه الكلمات وجمعوها فطلعت كلمة سمكة فصار الرسم الرمز المسيحي هو السمكة وهنا في سمكتين ممكن يشير الى السمكتين والخمس خبزات اللي باركهم الرب يسوع واشبع بيهم الخمس الاف فمش ممكن تجد السمكة منفصلة عن الايمان المسيحي الاول نهائي وده بيقول لنا انه المكان ده مكان مسيحي مكان ده مكان عبادة المكان ده آه هو بيت لكن هذا البيت هو كنيسة اولى تعود الى سنة مئتين وثلاثين ميلادية نكلم على 1800 سنة يعني عمره اكتر من 1800 سنة طيب ايه بقى اللي اتواجد من اهم الامور الكتابات اللي موجودة ودي واحدة منهم وانا اشرحها بس من اهم الامور الكتابات الموجودة وجد خليني ارجع السورة الكبيرة وجد كتابات يعني اه هنا بالزبط وجد كتابات في تلات اماكن في هنا في كتابة وهنا فوق في كتابة وهنا في كتابة كميس دول دول تلات نصوص مهمين جدا تلات نصوص كويس النصوص دي بقى بتقولنا ايه دا اللي هنعرفه وازاي النصوص دي بتؤكد لهوت المسيح برضو هنعرف كده كويس لكن الكتابات اللي موجودة واللغة اليونانية مهمة جدا في هذا النص نرجع الى الكتابة اول الكتابة اللي هي تعتبر يعني في الجزء من تحت هذه الكتابة وده شكلها قدام حضراتنا حتى ممكن المخرج معلش جبهاننا كبيرة شوية تورينا ده دي الكتابة الكتابة دي بتقولنا انه في شخص محب للرب ايكوبتوس كويس المحب لله قدم هذه المائدة تعتبر انه المزايج دي بالكل ما فيها تسكارا الى الله يسوع المسيح كويس والله يسوع المسيح موجودة هنا هي دي ودي موجودة على فكرة في كل المخطوطات القديمة في حاجة بحاجة يعني موجودة في المخطوطات القديمة بنسميها نومينوس كارا بمعنى الاسماء المقدسة الاسماء المقدسة لا تكتب كاملة الاسماء المقدسة تكتب مختصرة يعني ما يكتبش مثلا يسوع المسيح لكن يكتب او الحرف من يسوع واو الحرف من المسيح ويحط فوق شرطة شاني يقولك انه ده اسم مقدس اسم الله نفس الشيء تيوس ما يحطش كل الاسم الاسم كامل لكن يحط الثتة ويحط عليها من فوق شرطة يعرف اي قارئ انه ده اسم مقدس نومينوس كارا معروفة اوي 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 ويمكن اتكلمت عنها مرات لما اتكلمت عن المخطوطات فهنا بيقول لنا ايه بيقول لنا الله يسوع المسيح تيوس إيسوس كريستوس الله يسوع المسيح الله يسوع المسيح هذه المائدة هذه المائدة مقدمة من المحب لله الى الله يسوع المسيح تسكارا وكلمة تسكارا هنا مموريال وده كأنه بيرجعنا الى كلام الرب يسوع اصنعوا هذا لذكري دايما لما قال الرب يسوع عن المائدة انه نصنعها لذكري فكلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون فتصنعوا هذا تسكارا فالعمل ده قدموا ايكوبتوس وهو واحد من المسؤولين في الكنيسة او البيت كان اصحاب البيت قدموا تسكارا للرب ده ده نص في غاية الاهمية هذا النص يعتبر اقدم نص عن مش بكلم عن لا لا اقدم نص مش من حيث المخطوطات لا من حيث الكتابة على نقوش اقدم نقش عن ان يسوع هو الله اقدم نقش ويجي واحد ما اراج غير كلمتين هنا وهنا ويعمل نفسه معلم يقولك لا ده يسوع صار الها بقرار من مجمع نقية طب نعمل ايه بدي نعمل ايه بدي يقولك ده تزوير تزوير يقولك لا لا ده مش عارف ايه انا اعتقد انه ينبغي ان يستد كل فهم لانه حتى علم الاثار في مجماله على فكرة في مجماله سواء العهد القديم والعهد الجديد لا يتعرض ابدا مع الكتابة المقدس بل يؤكد اشخاصه واحداثه كمان هنا دي صورة شوية اوضح بردو كويس اللي هي العبارة اللي عليها الخط من فوق دي اللي هي دي الله يسوع المسيح المحب المحب لله يكبتس قدم هذه المائدة تسكارا لله يسوع المسيح في الكتابة الجزء التاني اللي هو يعني على اري ارجع تاني ووري كل الكتابة اللي انا هتكلم عنها دلوقتي كتابة دي اللي هي هنا اللي هي على الحرف هنا دي كتابة دي ايضا جزء مهم لأنه بتقول لنا ايه هذه الكتابة بتقول لنا قائد المائة اخونا ديانوس المدعو بورفيروس صنع الفسيفة على نفقاته الخاصة كنوع من الكرم ما هو الفسيفة دي تتكلف مباريخ كبيرة جدا وتجدها بس في بيوت الاغنياء كويس القصور مثلا لكن بيوت العامة محدش يقدر محدش يقدر ف انا قلتلك انه كان في جنب البيت اللي اكتشف في ده قريب منه كان في معسكر روماني كويس من المعسكر الروماني ده كان في قائد مائة وقائد المائة نقر عنه كتير جدا في العهد جديد يعني لم يقول انه واجاء الى رب يسوع قائد مائة لما طلب من رب يسوع انه في خديمه الى اخر فنقرأ عن قائد المائة هو قائد روماني مسؤول عن مجموع مائة من العساكر كتيبة ردبة فقائد المائة من حيث السلطة من حيث الغنى مبسوط غني هذا قائد المائة صار مؤمن بالمسيح قابل يسوع المسيح وصار واحد من كنيسة المسيح وحب يكرم الرب يسوع وحب يكرم الاله الذي غير حياته فعمل زي زي النهار ده مثلا لما تلاقي مثلا حد حب يكرم الرب انه اشترى تكيفات للكنيسة انه جدد ابواب وشبابيك الكنيسة انه غير الدكاك اللي موجودة وجاب كراسي اكتر مريحة كويس فبتلاقي ناس بتعطي للرب هو اراد انه يكرم الرب فقال ايه قال انه انا هكرم الرب باني هعمل المكان اللي احنا بنجتمع في ده هعمل فيه هذه المزايك وانا هتكلف هتكفل بيها كلها هتكفل بيها كلها فعش كده نصب لدينا قائد المئة اللي هو اخونا كويس جيانوس المدعو بورفيروس الناس ممكن نبقى لها اسم ولها لقب كويس صنع هذه الفوسيف ساء على نفقته الخاصة كنوع من الكرم كنوع من الكرم زي مثلا بنقرأ على ابواب الكنيس انه هذه الكنيسة قد تم وضع اساسها في اليوم الفلاني وفي حضور الاسيس الفلاني او فلان الفلاني قام بالتبرع لبناء هذه الكنيسة كده يعني فده كانت جزء حبوا الناس يكرموه بانه يذكروا اللي عملوا معاهم مكان ده صار مميز مش بس ان احنا بنقعد فيه ونجتمع فيه لا ده كمان صار شكله جميل بسبب كرم احد الاعضاء اللي كان قائد مئة وروماني وروماني الكنيسة الاولى كانت ميكس كان فيها كل الجنسيات روماني ويهودي وكل جنسية بتلاقي في الكنيسة كويس فده بيأكلنا على انه هناك كانت كنيسة وصنعها لكيما يكرم الله طبعا انتو مش متخيلين التكلفة اللي ممكن تكون مش متخيلين مثلا ايام وليالي اللي الناس قدوها علشان يعني يعمل هذا الحجم الكبير جدا تبكلم على ستين متر مربع كم قطعة من الرخام او المزايك والالوان بتاعتها وهيكتب امتى وايه اللي يجي قبل التاني وايه الرسمات اللي تتحط يعني يعني ده عمل عمل فنانين ده الواحد لما بيجيب السموها ايه الصورة معينة مكونة من اجزاء ويحاول يجمعها مع بعض بياخد ساعات بياخد ساعات انما ده عشان تكسر كطع المزايك بالحجم والالوان بتاعتها وترتبها ازاي والحروف هتتكتب ازاي يعني يعني انا عايز بس حضراتكم تتخيلوا جزء اهي ده مسا عن الرسم ممكن يجيبه على كبير كويس ده ممكن ممكن نقول ده سيراميك بس ده احنا النهاردة السيراميك بييجي مرسوم كويس وانت بتركيبه مع بعض انما ده قطع صغيرة جدا قطع بتبقى عبارة عن يعني قد عقلة الصابع قطع صغيرة فهياخد قد ايه من الوقت وياخد قد ايه من العمالة وياخد قد ايه من المال عشان يعمل هذا العمل فمش اي حد يقدر يقوم به مش اي حد وعش كده كان هناك تسكار لهذا الكريم الذي تبرع بانه على نفقاته الخاصة يقوم بتكلفة العمل ده كله طيب في حاجة تاني ارجع بنجد كمان هنا بنجد اربع اسماء لسيدات اربع اسماء لسيدات واحد اسمها بريملا سيرياكو دوريثيا وكريستي كويس وغالبا غالبا دول كانوا مسؤولين في الكنيسة ويبعض بيقول ان دول يمكن اللي هما فرغوا نفسهم للعمل دوا ايام وشهور علشان يتمموا بس المرأة في الكنيسة الاولى كان لها دور من اول نشأة الكنيسة نقرأ في سفر عمل الرسل عن فليب وعن فيه سرعا فيبي وعن غير وعن غير وعن غيرها من حتى في ايام خدمة الرب يسوع على الارض كان المرأة ليها دور كنيسة يسوع المسيح مفهاش رجل وامرأة كان فيها الكل المتساويين في ادوار مختلفة في ادوار مختلفة لكن كل واحد بيقوم بدوره بامانة وبيقوم بخدمته بامانة الجزء ده مهم جدا لانه كأنه الفسيفساء دي عبارة عن كتاب مفتوح هذا الكتاب بيصور لي الكنيسة الاولى بيصور لي اولا ايمان الكنيسة الاولى انها كانت تؤمن ان الله يسوع المسيح الله يسوع المسيح مش الرب بردو عشان ايم حد يقول لك اصل الرب بتشير الى السيد فده لقب تكريم لا 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 بنجد هنا الله يسوع المسيح في غاية الاهمية في غاية الاهمية بنجد انه مائدة الرب كانت تمارس تسكارا لموت المسيح على عوض الصليب وده اللي كانت بتمرسه كنيسة كنيسة الاولى كانت تمارس مائدة الرب في اول الاسبوع وكانوا يواظبون على تعليم الرسل وصلوات وكسر الخبز فكسر الخبز المهم وعش كده لما نبص على الرسمة كاملة مرة تاني خليني نبص على الرسمة كاملة اللي في النص ده كان يطلق عليه تيبل قدمت هذه المائدة دي دي مائدة ما كانش مسبح يعني دي مائدة يضع عليها مائدة الرب اللي فيها يشترك المؤمنين معا بكسر الخبز والكاس فده بيورينا انه مائدة الرب كانت اساس في العبادة ده بيورينا ايضا انه الايمان المسيحي الايمان المسيحي هو ايمان بلهوت المسيح ايمان بلهوت المسيح عمره ما اتطور وعمره ما نمى مع الوقت زي يدع البعض لا يعني يعني فيه كاتب انجليزي مشهور ليه كتب كتير عن لهوت المسيح بيقول انه انه لهوت المسيح عامل زي الانفجاري كاوني اللي حدث من اول نشأة الكنيسة من اول نشأة الكنيسة لا تجد ابدا الكنيسة منفصلة عن لهوت المسيح بل ايمان الكنيسة الاساسي من بدايتها هو لهوت المسيح عشان كده مهم اوي هذا الاكتشاف زي ما قلت والاكتشاف ده موجود واكتشاف مادي ده علم اثار ده اثر هذا الاثر في غاية الاهمية ما ارجع الى الرسومات بتاعتنا هنجد انه اسماء الاربع دول ذكرت تكريما له وزي ما احنا بنقرأ في يعني رسائل بولوس الرسول بيجي في الاخر يشكر فلان وفلان 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 من اعضاء الكنيسة وسلموا على فلان وسلموا على فلان وليقرأ حتى في حتى اللي يقرأ مثلا رمية اصحاح 16 يعرف انه الاسماء المذكورة في رمية 16 فيها اسماء يونانية فيها اسماء يهودية فيها اسماء رجال وفيها اسماء سيدات فيها اسماء احرار فيها اسماء عبيد لانه ده كان مكون الكنيسة الكنيسة كلها بتتكون من هذا العمر الله يسوع المسيح الله يسوع المسيح في غاية الاهمية في غاية الاهمية وده طبعا بيتماشى معي بيتماشى مع الكتاب المؤدس بيتماشى مع الكتاب المؤدس بيتماشى مع اعلان بوترس عن يسوع المسيح من يقول للناس اني انا ابن الانسان وانتم من تقولون اني انا فقال له بوترس انت هو المسيح ابن الله الحي ورب يسوع امتدح بوترس وقال له طوبة لك يا سمعان ابنيونة انه الاعلان اللي انت قلته ده مش انت ما وصلتش ليك بمجودك الشخصي ده اعلان من الله القاب اللي اعلانه ليك انا ما عرفش اللي بيقرأ الاناجيل ويقرأها بتماع وبزهن مفتوح اي واحد يرى الاناجيل هيوصل الى سؤال مهم جدا ويوصل الى مهم هيوصل انه يسوع المسيح مش ممكن يكون مجرد انسان مش ممكن ده اي عاقل على فكرة اي عاقل هيعمل كده ليه لانه ما قاله يسوع عن نفسه وما اعلنه المسيح عن ذاته لا يمكن ابدا لا يمكن باي سورة من الصور انه يوصف بيه انسان وزي ما قلت لحضراتكم مرات ومرات من ضمن العبارات اللي قالها الرب يسوع عن نفسه لما قال انه يرسل ملائكته ابن الانسان يرسل ملائكته يرسل ملائكته هو مين ده اللي يرسل ملائكته هو الملائكة ده بتاعت مين ومش ممكن يكون انسان يقول لنا انه انا هرسل لكم ملائكتي يبقى سوري في اللفظ حاشة طبعا بس سوري يبقى انسان اكيد يا اما عايش في وهم يا اما مجنون يرسل ملائكته وبعدين يقول انه ابن الانسان يجلس على كرسي ليدين الاحياء والاموات يجلس على كرسي ازاي يجلس على كرسي هو مين اللي بيدين الاحياء والاموات بعدين ييجي ايضا في مرقس اتنين يقول للمفلوج مخفورة لا خطاياك كم احمل سر كمشي مخفورة لا خطاياه ومين انت عشان تغفر الخطايا وبأي سلطان تغفر الخطايا اليس غفران الخطايا هو امر من اختصاص شخص الله وحده وليس البشر تغفر الخطايا ازاي بعدين ييجي الرب يسوع يكلم ايضا في يحن تمانية لما يقولهم ابوك ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح فقالولو انت ما كملتش 50 سنة وتقولينا ابونا ابراهيم رأىك دا الفرق بينك وبين ابراهيم الفين سنة يسكت الرب يسوع لا يقولهم حقيقة اخرى قبل ان يكون ابراهيم انا كائن قبل ان يكون ابراهيم انا كائن وانا والاب واحد وانا هو طريق الحق والحياة يعني يعني كمية الاعلانات عش كده يعني اللي قاله الرب يسوع المسيح صلب ليس لاجل عمل عمله المسيح صلب لانه اعلن انه مساوي للاب معادلا لله دا كانت نظرة اليهود اللي انت بتقوله دا بيجعلك معادلا لله ودا بالنسبة لهم كان تجديف ويجي واحد يقولك الاناجيل تقول ان المسيح مجرد انسان عارفين يعني بيبقى الارايات اللي بيفكر ان الكلام المؤدس عامل زي الكرآن سوق الخميس تاخذ منه اللي انت عايزه يمكن انendes داخد منه اللي انت عايزه يمكن المؤدس مترابط مع بعض يمكن المؤدس لما تدرس فيه عقيدة تدرسها كلها على بعض لو عايز تعرف المسيح عليه تجمع كل اقوال المسيح واعلاناته عن نفسه ده المفهوم مش ان انت تاخد ايه وتجري بيها ودي الطامة الكبرى بتاعة المسلمين عش كده زي ما قلت هذا الاكتشاف مهم جدا 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 وهذا الاكتشاف يعني ضربة قاضية ضربة قاضية للادعاء بان مجمع نقية مجمع نقية اقر اللهوة المسيح مجمع نقية اكد لهوة المسيح اكد الايمان اللي كان عند المؤمنين ضد التعليم الخطئ ولم يخترع عقيدة جديدة مجمع نقية قال انه ده التعليم الصح تعليم الاباء وتعليم المسيح وتعليم الرسل من اول ناشئة الكنيز من هو يسوع المسيح يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد يسوع المسيح هو كلمة الله الازلي المتجسد يسوع المسيح المساوي للآف في الجوهر يسوع المسيح الموجود منذ الازل ده ايمان الكنيسة ولما اريوس بدأ ينادي بتعليمه الخطئة اجتمع الاساقفة علشان يؤكدوا على حقيقة الامان المسيحي ويقولوا ان تعليم اريوس تعليم خاطئة ده اللي عملوه لكن لما يجي واحد سوري يعني انه جهلا سواء عن عمد او عن قصد يقولك انه التاريخ المسيح يبدأ بمجمع نقية التاريخ المسيح يبدأ لو عايز تاريخ المسيحية ككنيسة يبدأ بيوم الخمسين لكن لو عايز قبل كده المسيحية لا توجد دون المسيح فمع دخول المسيح الى العالم الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا عش كده ما نبقاش يعني مصدقين كل تعليم كاذبة نسمعها على فكرة الايمان المسيحي اكتر ايمان له مصداقية تاريخية له مصداقية تاريخية يعني تاريخية شخص يسوع المسيح لا يمكن لعاقل انه ينفي ان المسيح شخص تاريخي لانه هناك مئات الادلة على تاريخية المسيح سواء في كتاب المؤدس او خارج الكتاب المؤدس سواء كتبها اتباعه او كتبها اعداءه سواء كتبها المؤمنين بي او كتبها المعارضين للايمان المسيحي سواء كتبها التلاميذ اليهود المحبين المسيح او كتبها حتى المؤرخين الرومان عن يسوع المسيح فلا يوجد العاقل ابدا انه ينفي تاريخية المسيح ولا يوجد ابدا عاقل ينفي صلب المسيح اقولها مرة تاني لا يوجد عاقل ينفي صلب المسيح انا بالنسبة لي اي شخص ينفي صلب المسيح مفروض يكشفه عليه عند طبيب نفسي ليه لانه صلب المسيح مؤكد تاريخيا تاريخيا من كل نحية مؤكد من الكتاب المؤدس ومن خارج الكتاب المؤدس من تلاميذ المسيح ومن مؤرخين من نشأة الكنيسة من ممارسة الفريدة العشاء الرب من ممارسة فريدة المعمودية اللي مؤسسة على موت المسيح فليه جد عاقل بجد انا 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 من وجهة نظري يعني سامحوني المختل عقليا فقط ينفي صلب المسيح اللي ركن عقله على جنب ينفي صلب المسيح قيامة المسيح ايضا مؤكدة تاريخيا ده بوليس الرسول لما حبي يتكلم عن قيامة المسيح قال لهم على فكرة المسيح زعر لفلان وفلان 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 وزهر لي انا وزعر كمان لأكتر من خمسمائة اخ ولو عايزين تصدقوا صدقوا لو شكين في كلامي روح اسألوا الاحياء منهم ولهوت المسيح مؤكد كنيسة الاولى لم يعني تؤمن بيسوع المسيح الانسان الكنيسة الاولى امنت بيسوع المسيح الله الظاهر في الجسد الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا عشان كده امنت بالمسيح الرب يسوع المخلص وعشان كده البيت دوان برهان اكيد على لهوت المسيح انه الكنيسة الاولى كانت تؤمن من كل قلبها ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد وعشان كده تكتب الله يسوع المسيح الله يسوع المسيح بدون الله يسوع المسيح لا يوجد خلاص ولا فداء ولا حياة ابدية ولا غفران لخطايا وعش كده اتمنى من كل قلبي انه كل واحد فيكم يعرف الله يسوع المسيح وإلى نلتقي سلام المسيح مع حضرتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة